بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معكم الدكتور أحمد العتوم وفي هذا الفيديو رايحين نحكي عن التشفير وعن فك التشفير باستخدام خوارزمية هيل سايفر وباستخدام مصفوفة أبعادها ثلاث في ثلاث في فيديو سابق كنا قد استخدمنا هاي الخوارزمية لتشفير حرفين حرفين من البلين تيكست واستخدمنا مصفوفة أبعادها ثلاث في ثلاث وفي فيديو آخر شفنا كيف نفك التشفير باستخدام المصفوفة اللي أبعادها ثلاث في ثلاث إذا ما شفت الفيديوهات السابقة أو ما بتعرف كيف تشفر باستخدام الهيل سايفر بليز ارجع للفيديوهات السابقة في هذا الفيديو رح نركز فقط على فك التشفير والتشفير باستخدام المصفوفة اللي أبعادها ثلاث في ثلاث مشان نكون قادرين على تشفير كل ثلاث أحرف من البلين تيكست مع بعض طيب هاي عندنا بلين تيكست مكون من ثلاث أحرف P1 P2 و P3 لما نشفرهم رايح يطلع عندنا C1 C2 و C3 إيش معادلة التشفير السايفر تيكست يساوي الكي ماتريكس ضرب البلين تيكست فيكتور مود 26 بنخذ السطر بنضربه في عمود K11 ضرب P1 K12 ضرب P2 و K13 ضرب P3 نفس العملية اللي عملناها مع السطر الأول أبنكررها مع السطر الثاني والسطر الثالث لاحظوا إنه P1 P2 P3 بيتشفروا كبلوك دفعة واحدة بحيث يطلع عندنا C1 C2 C3 التشفير كبلوك بيدخلوا دفعة واحدة وبيطلع عندنا الشفرة C1 C2 C3 بلوك كامل من ثلاث أحرف في خوارزمية سيزر سايفر وفي خوارزمية فيجينير كنا نشفر حرف حرف بينما هون البلوك كامل المكون من ثلاث أحرف بتتشفر وبيطلع عندنا ثلاث أحرف إذا بنخذ على سبيل مثال C1 بنلاحظ إنه C1 تم حسابها as a function of P1 P2 P3 واعتمادا على المعاملات اللي موجودة في الماتريكس في السطر الأول فبالتالي لحساب C1 دخلت قيمة P1 P2 P3 من أجل إنها تطلع عندنا قيمة C1 طيب يا دكتور خلينا نأخذ example لأننا إحنا بنعرف كيف الهيل سايفر بيشتغل بس بدنا نركز كيف الهيل سايفر بيشتغل على مصفوفة ثلاث في ثلاث هاي مصفوفة key matrix مكونة من ثلاث أسطر وثلاث أعمدة والأرقام زي ما أنتوا شايفينها على الشاشة والمطلوب منها إنه نشفر النص المكون من ثلاث أحرف اللي هي INU قبل ما نبلش خلينا نتأكد هل المصوفة المعطاة لنا الكي matrix تشكل good key وإيش بنعني إحنا بالgood key بنعني بالgood key إنها الماتريكس has inverse فإذا الماتريكس إلها inverse معناته بنقدر نفك الشفرة لكن إذا الماتريكس ما لها inverse معناته ما بنقدر نفك الشفرة كيف منتأكد إنه الماتريكس إلها inverse بدنا نحسب الdeterminant بدنا نحسب الdeterminant وإذا كان القاسم المشترك الأكبر بين الdeterminant وبين الرقم 26 لأننا نأخذ module 26 فإذا كان القاسم المشترك بيناتهم واحد أي بما معناته إنه الdeterminant وال26 معناته الماتريكس has inverse وبالتالي بنقدر نستخدم الكي والكي هذا يعتبر good key لإنه إلو inverse طيب نشوف كيف منحسب الdeterminant للمصفوفة ثلاث في ثلاث المصفوفة اللي كانت اثنين في اثنين في الفيديو السابق لما كانت المصفوفة على الشكل ABCD كنا نحسب الdeterminant نضرب A في D ونقول ناقص C في B لكن المصفوفة ثلاث في ثلاث ما بنقدر نستخدم هاي الطريقة وراح أعطيكو shortcut لحساب الdeterminant للمصفوفة ثلاث في ثلاث بنبلش بالرقم 6 ونعتبر إنه السطر اللي فيه 6 وكأنه مش موجود والعمود اللي فيه 6 وكأنه مش موجود فبنقول الdeterminant يساوي 6 هاي الست اللي بلشنا فيها ضرب 16 في 15 اللي هم هذول 16 في 15 ناقص 17 في 10 هذا أول حد مننتقل بعد الستة للـ 24 ومنفترض إنه العمود هذا مش موجود والسطر اللي فيه 24 مش موجود بنبلش بالـ 24 لكن المرة هاي منفترض لأنه بلشنا زائد 6 منفترض لـ 24 منفترض لـ 24 ضرب 13 في 15 أي 13 في 15 ناقص 20 في 10 20 في 10 وبننتقل للواحد اللي هي بالعمود الأخير نعتبر إنه السطر هذو مش موجود والعمود اللي فيه الواحد مش موجود وبنكمل زائد واحد في 13 في 17 ناقص 20 في 16 طيب بنبسط العمليات الرياضية ونتبهوا إنه الستة مثلا مضروبة كاملة في ناتج اللي بين جوسين بنبسط العمليات الرياضية بيطلع عندنا الـ 441 طيب الـ 441 إذا بنخذ الـ 441 بيطلع عندنا واحد جربوا ارجعوا للـ إكليوديان والقريتم ولقوا العامل المشترك بين 441 و 26 رح تلاقوه واحد معناته هذول الرقمين are relatively prime وبالتالي بنقدر نلاقي inverse لالكي اللي اعطانا إياه أو للماتريكس كي اللي اعطانا إياها طيب يا دكتور خلينا نبلش نشفر ونبلش نعوض بالقيم إحنا بنعرف إنه معادلة التشفير إيش تساوي الكي في لبلين تكست فيكتور مود 26 طيب الكي هايو معطى بالسؤال الماتريكس هايها لبلين تكست فيكتور اللي شايفينه هو عبارة عن sequence numbers للآي من الجدول اللي هي ثمانية وللإن اللي هي ثلاثة عش ولليو اللي هي عشرين الآن بنجري الضرب كالمعتاد ومش هدفنا إنه نعلم عملية multiplication لل للماتريسيز هون لكن في الفيديو السابق كنا ماشيين خطوة بخطوة بنضرب ستة في ثمانية زاد أربعة عشر في ثلاثة زاد واحد في عشرين بيطلع عندنا أول قيمة وبنكرر العملية مع السطر الثاني والثالث بتطلع القيم اللي شايفينها أنتوا على الشاشة نحاول نبسط ثلاثمية وثمانين مود ستة وعشرين بيطلع ستة عشر وخمسمية واثناش مود ستة وعشرين بيطلع ثمنتاش ستمية وواحد ثمانين مود ستة وعشرين بيطلع خمسة بالتعويض السطعش اللي هي كام اللي هي الكيو الثمنتاش اللي هي الأس والخمسة اللي هي الأف إذا ناتج تشفير آي إن يو بيطلع عندنا كيو أس أف طيب يا دكتور معقول حلنا صحيح كيف بنا نتأكد إنه آي إن يو بتتشفر لكيو أس أف اتأكدنا بلا يا دكتور أو ساعدنا نتأكد كيف بنا نتأكد بنحاول نفك التشفير لكيو أس أف ونشوف هل بيرجع معنا البلين تيكست ولا لا بنبلش بالكي ماتريكس هاي هاللي موجودة أمامنا والنص اللي مشفر له الكيو أس أف هو اللي بنندخله إحنا بنعرف لأغراض فك التشفير بدنا نحصل على البلين تيكست طيب يا دكتور كيف بنحصل على البلين تيكست تتذكر في فيديو سابق قلنا إنه البلين تيكست هو يساوي الكي أمفرس ضرب السايفر تيكست مود 26 طيب الكي أمفرس مش معروفة إحنا معروف فقط عندنا الكي طيب إيش الكي أمفرس لازم نحسب الكي أمفرس بالأول طيب نحصلتها واحد على الديتيرمنانت واحد على الديتيرمنانت ضرب الأجوينت أوف كي إذن ناقصنا معلومتين مشان نقدر نشتغل ناقصنا الديتيرمنانت اللي هي المعلومة رقم واحد وناقصنا الأجوينت كي ماتريكس اللي هي رقم اثنين طيب الديتيرمنانت كنا حليناها في بداية الفيديو وجدنا الديتيرمنانت ليش مشان نتأكد إنه هال الكي جود كي ومشان نتأكد إنه المصوفة إلها انفرس ولا لا الديتيرمنانت كان معنا في بداية الفيديو إذا حدا نسي الموضوع يرجع لبداية الفيديو الديتيرمنانت كان أربعمائة واحد واربعين إذا بنأخذ الموجيلاس لستة وعشرين بيكون الديتيرمنانت خمس وعشرين إذن هاي النقطة الأولى النقطة رقم واحد موجودة إيش ضل عندنا ضل عندنا النقطة 2 اللي هي الأجوينت ماتريكس السؤال إيش الأجوينت ماتريكس طيب هناك طرق كثيرة مشان نلاقي الأجوينت ماتريكس بس بدي أذكركم بشغلة إنه لما كانت المصفوفة A B C D كان كنا نعمل الأجوينت ماتريكس على الشكل على الشكل التالي كانت الأجوينت هي عبارة عن إيش نأخذ A و D ونقلبهم نأخذ A و D وبالنسبة ال B وال C ظلوا محلهم لكن كنا نعمل إيش كنا نغير إشارة ال B وإشارة ال C يعني نقلب هذول ونغير إشارة ال C وال B هذا كان لما كنا نستخدم المصفوفة 2 في 2 لكن الآن باستخدام المصفوفة 3 في 3 بدنا نلاقي طريقة أخرى كيف بنساوي نيجي على المصفوفة هاي وبننسخها زي ما هي شايفين المستطيل كل المصفوفة بنسخها زي ما هي بالضبط هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية بدي أحاول أجي على العمود الأول وأنسخه على اليمين لاحظوا ال 6 ال 13 هيني نسختها وال 20 هيني نسختها مش بنسخ العمود الأول برد بنسخ العمود الثاني العمود الثاني اللي هو 24 16 17 بالحال هاي أجينا على أول عمودين بالمصفوفة وكررناهم في نهاية المصفوفة هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية بدي أخذ السطر السطر الأول والسطر الثاني وأنسخهم أنسخهم تحت يعني السطر الأول هيو أنسخه 6 24 1 6 24 والسطر الثاني اللي هو 13 أرد أنسخه تحت اللي ما استوعى بالفكرة هاي بديز رجع الفيديو ويشوف مرة ثاني كررنا أول عموديين وبعدين أول سطرين كررناهم طيب يا دكتور عملنا هالتكرار هذا كله شو بننساوه فيه اللي بننساوه فيه كالآتي بعد ما عملنا عمليات تكرار للأعمد والصفوف بننيجي على السطر الأول ونشطبه وبننيجي على العمود الأول ونشطبه شو بيظل عندنا بيظل عندنا المنطقة لمعلمة هاي باللون النهدي هي اللي بدي أنسخها تحت طلع عندي مصوفة هون أربعة في أربعة هي اللي بدي أشتغل عليها لسه بدنا نشتغل عليها بس طلع عندنا مصوفة أربعة بأربعة طيب دكتور شو بدك تساوي عليها بدنا نساوي كالتالي بدي أجي أقول 16 في 15 ناقص 17 في 10 16 في 15 ناقص 17 في 10 وآجي أرد أعمل كالتالي 17 في 1 ناقص 14 في 15 وأكتبها على مستوى رو لاحظوا أني أنا نازل هيك من المصوفة طلعت معنا قبل شوي لكن إيش بعبي بعبي على مستوى رو على اليمين طيب اللي بعدها كيف بدي أساوي بدي أقول له 24 في 10 ناقص 16 في 1 24 في 10 ناقص 16 في 1 طيب دكتور كيف بننكمل 10 في 20 ناقص 15 في 13 اللي هي القيمة هاي بعده بدنا نعمل 15 في 6 ناقص 1 في 20 اللي بعده بدنا نعمل 1 في 13 ناقص 10 في 6 طيب ظل عندنا العمود الأخير العمود الأخير إيش ما نساوي 13 في 17 ناقص 20 في 16 و20 في 24 ناقص 6 في 17 وآخر واحدة اللي هي 6 في 16 ناقص 13 في 24 هلا القيم هاي إذا بتختصرها بيطلع عندك مصوفة 3 في 3 بالقيم اللي شايفينها على الشاشة مود 26 حاولي ترجع الفيديو إذا ما أخذت الفكرة هلا في هذا السلايد فقط بنبسط كيف بنبسط 70 مود 26 18 و minus 216 مود 26 18 المعادلة اللي إيجاد الكي inverse هي واحد على الdeterminant ضرب الadjoint matrix طيب الdeterminant إحنا بنعرفه زي ما حكينا وإيش الadjoint matrix هاي اللي طلعت معنا اللي طلعت معنا كلها عبارة عن adjoint matrix فلازم نحل آخر معادلة اللي طلعت عندنا مشان نطلع الكي inverse طيب تمام بنبلش بالadjoint matrix اللي طلعت معنا هاي الadjoint matrix اللي طلعت معنا الكي inverse واحد على determinant ضرب الadjoint matrix طيب ال25 لأنه واحد على determinant إذا بتطلع ال25 لفوق إذا بتصير 25 inverse طيب إيش قيمة ال25 inverse يعني إذا بتيتي على وعشرين في اثنين وتأخذ mode 26 ما بيطلع عندنا واحد تضرب في ثلاث تضرب في اربعة لغاية لما تضرب 25 في 25 وتأخذ mode 26 بيطلع عندك الجواب واحد إذن الانفرس من 25 هي 25 لأنه إذا بنأخذ ال25 الأصلية هاي ضرب الانفرس تاحها اللي قيمته 25 وبنأخذ mode ل 26 بيطلع واحد ترى بالصدفة طلع الانفرس ل25 25 يعني مش بالضرورة يطلع نفس الرقم لكن إذا بتلاحظه كمان إنه مبلش نجرب واحد اثنين ثلاث لغاية 25 هاي عملية طويلة عملية التجارب هاي يعني لإمتى بدنا نلاقي الحل في طريقة رياضية اسمها extended اكلوديان الالغريثم بالطريقة هاي في عندنا خوارزمية بتخلينا نقدر نلاقي الملتبليكيتف انفرس وإن شاء الله إني أحاول أجهز لكم فيديو في هذا الموضوع بحيث أنه مباشرة لما تأخذ ال25 تلاقي الملتبليكيتف انفرس لها وتلاقيه بسهولة طيب هلأ عرفنا أنه هاي الملتبليكيتف انفرس لل25 هو عبارة عن 25 بعض الطلاب كان عندهم مشكلة لما بلشوا حلوا بضرب 1 على 25 بصير بصير عندنا كسور 18 على 25 1 على 25 ضرب 21 بصير 21 على 25 إحنا بالمجلس ما في عندنا زي الريال ما في عندنا كسور ولا في عندنا أجزاء من عندنا أرقام صحيحة فقط فبالتالي هذا ال25 لازم يطلع عندنا رقم صحيح طيب يا دكتور لقينا ال25 انفرس اللي هي 25 هاي 25 وهي لها جوينت ماتريكس ببلش أضرب 25 في 18 بطلع 450 25 في 21 بطلع هالقد القيمة ضرب 16 بطلع 400 إذا باخذ ال450 وبعملها موجولاس 26 بطلع 8 وال450 موجولاس 26 بطلع 8 وبالتالي بنبسط عملية الحساب وبالأخير بيكون نتج عندنا الkey inverse هاي الkey inverse هي اللي بنستخدمها لفك التشفير بلشنا بالkey كل العمليات اللي عملناها مشان نحصل على الkey inverse كوظيفة جانبية إذا بتقدر تأخذ الkey وتضربها في الkey inverse إيس لازم يطلع معاك لازم يطلع معاك إشي بسميه الidentity matrix والidentity matrix للمصوفة الثلاثية إيش بيكون قيمها بتكون قيمها 1 0 0 1 0 0 0 1 أي بيكون القيمة الموجودة بالdiagonal بالmain diagonal واحدات والباقي صفار جرب أضرب k في k inverse k اللي بلشنا فيها بالسؤال k inverse اللي طلعت معانا إذا طلع معاك الidentity matrix كون أنت على الطريق الصحيح وبكون أنت متأكد أنه حلك مظبوط وأنه قيمة k inverse اللي طلعت قيمة صحيحة 100% طبعا إحنا ما رح نعمل الexercise هذا هون في هذا الفيديو مشان نظل قصير بس بليز حاولوا تشتغلوا على جن طيب يا دكتور طلعنا k inverse شو بننساو فيها بأن نبلش نفك التشفير أصلا كل الحفلة هاي سوين ها مشان نفك التشفير k inverse معروفة معنا هيها طلعت ضرب cypher شفرنا طلع معنا qsf هلا بدنا نفك التشفير هذا نشوف هل برجع عندنا النص الأصلي ولا لا هاي k inverse وهذا cypher text cypher text اله qsf من الجدول قيمتها 16 هاي من الجدول قيمتها 16 بنعبيه كالمعتاد نبلش نضرب 8 في 16 زاد 5 في 18 زاد 10 في 5 بيطلع عندنا السطر الأول دائما ذكروا بالضرب احنا منضرب سطر في عمود سطر في عمود row في كلهم mod 26 في النهاية لا تنسوها مع كل العملية نحاول نبسط الجواب 268 mod 26 بيطلع 8 وهون mod 26 بيطلع 13 592 mod 26 بيطلع 20 8 من الجدول إلا هي i وال13 اللي هي n وال u اللي هي عفوا العشرين اللي هي u بيطلع معنا من جديد زي ما دخلنا ب qsf ورجع معنا ل plain text اللي هو in u يعني زي ما شفرنا باستخدام المصوفة اللي أبعادها ثلاث في ثلاث مشاق نقدر نشفر victor of three plain text characters قدرنا برضو نستخدم نفس الماتريكس أو الـ inverse منها بحيث أنه نقدر نفك التشفير بهيك طالما فكينا التشفير هاينا ما شاء الله مبسوطين طيب قبل ما نغادر خلينا نترك هالهومويرك معاكم بالهومويرك مطلوب منك تستخدم خوارزمية هلسايفر وتشفر النص اللي هو CIA تذكروا طلاب السايبر سيكوريتي CIA اللي هي الكونفيدانشاليتي الانتجريتي والأفيلابيلتي بغض النظر إيش بتعني بس كويس أنه يعني ما ننساش هذا الترم هلا هذا الكي اللي موجود أمامنا زي ما إنتم شايفينه بدنا نستخدمه ونشفر الثلاث أحرف اللي هم CIA وبعد ما يتطلع عندنا الشفرة مطلوب مننا إيش نفك الشفرة باستخدام نفس الخوارزمية بعد ما نفك الشفرة إذا قدرنا نحصل على نفس النص من الجديد معناته شغلنا صحيح أعزائي بتأمل إنك تكونوا استفدتم من هذا الفيديو نسى ودعوكم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين